لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لمجلس جهة فاس مكناس تعقيد اجتماعا في إطار التحضير لنعقاد الدورة العادية لمجلس الجهة يوم 7 أكتوبر المقبل الاجتماع الذي ترأسته رئيسة اللجنة بشرة بن زيد خصصة لدراسة اتفاقية شركة تهدف إلى تحسين أوضاع السجناء مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كما تدارست اللجنة مشروع اتفاقية شركة مع وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس قصد إنجاز دراسة لتصنيف الشركة والمقاولات والحرفين